أعداء الجزائر أصابهم إرعاب رعب كبير لما سمعوا بلي راح تجي طائرات من الجيل الخامس مقاتلات من الجيل الخامس يعني متعددة المهام هذا الشيخ اللهم يعني إرباك يعني الجيل الخامس مثلا ناخده البحر الأبيض المتوسط الكيين الصهيوني وإيطاليا بارك هم اللي عندهم طائرات الجيل الخامس يعني الجزائر لما تمتلك هذه الترسانة هذه تصبح في توازن مع هذه القوة إيطاليا ما عندناش مشكل معهم سياسيين بالعكس هم هلفاء صناعيين هلفاء تجاريين نشتغلوا معهم في ميدان المحروقات لكن كيين لي ما نقدروش نديرو فيهم الأمان من السنة وش حتى يضربونا باش نولي ونبكيو الأمم المتحدة لا الجيش بيين باللي جزائر خلاص تولي الناس ترهابها كيين ما شفنا ميا واربعة آرامو الناس ترعب حكذاك تاني الجيش يعني كاكتلة كاملة يعني دول مرة أخرى ما تزيش تفكر في احتراج هذا البلد مستعد جيشه مستعد وعقيدة كذلك عقيدة للمواجهة شو كونهم تكلموا على السنوات القادمة نعطيكم معلومة أن المحروقات عندنا تمثل 1.32% من مجموعة الخيرات اللي كان في الجزائر يعني عندنا موحيط من المياه لعذبة في أراضينا في 2040 رح تحدث مشكلة على المياه يعني الجزائر ممكن تولي محل أطمع جيوا يحتلونا بشدوا المانتعنا يعني يكونوا جاهزين سواء من حيث لترار هذه المستعملة في أدق تكنولوجيات متوفرة عندنا هنا للجزائر ممكن قوة عظمة باش تولي على هذا المعادن النادرة جي تفكر في احتلال الجزائر قلها أطمع في المستقبل ما الكلام هذا وانت تحدث عن المستقبل والجيش الوطني الشعبي نظرته من دون شك مستقبلية يعني لما سيحدث بعد تقريبا 30 40 سنة و50 سنة في المستقبل هذه التحضيرات كاين لما هو آني الآن راح جاري العمل به وكذلك تخطيط مستقبلي على 10 سنوات على 20 سنة كيفاش تكون الأمور جيد اشتركوا في القناة